مين ده أصلي؟ يعني مين ده عشان ندخله حياتنا وإحنا ما معرفش عنه أي حاجة؟ مش عارف أحد ده إحساسي بيه؟ أيوة فهمة أصدق بس تعالش تفكر في الموضوع كتير يا كريم يعني خلاص هو الولد جي نصيبه كده وبعدين يا كريم أنت مش مسؤول عن قرارات باباك خلاص ومفيش حد فينا حيقدر يرجع الزمن يسأله وعمل كده ليه أنا بالنسبة لي صراحة أكتر حد مهم في الموضوع ده هو نونة أكتر حد ما شعره الجرحة وأنا شايفة أن هي متعاملة مع الموضوع تماما إيه العقل ده؟ مونة الشيزة سيبني أنام بقى لحد ما نوصل كريم هو أنت ممكن تخون مراتك إيه؟ زي باباك بقى ورشدي وكده؟ والله يعني قد يبدو أن في حاجة في شنات العيلة بتقول كده بس أنا صعبة بسرعة أنا اللي هتجاوزها دي هتبقى باربعة كل شوية بموت كده هي هتوفر عليك القصة دي هتبقى جميل شوية كريم هو أنت في حد في حياتك ومش أقيل لي؟ كريم أنت يا كريم مين يا كريم؟ والله العظيم كريم هيخش بيك في شجرة أكسم بالله أنت تنامي ومتتكلميش لحد ما نوصل أنا مشوفتش غابقة كده في حياتك أنا تعبت أهلا مستفز إنت اللي مستفز بو شكلك بو شكلك إنت مالك صمت وقمت كده ليه؟ لأ أنا مركز بالسفحة مالك يا مم عملت حومي حوالي ليه عايزة إيه؟ عايزة إيه يعني عادي؟ ما جيش أشوفك يعني؟ يعني ما شفتنيش بقى لك مصص عجة تطميني عليا مثلا أنا كويس الحمد لله قولي يا حبيبت عايزة إيه؟ مش عايز نخلص شغل وبعك أن نروح لتغدى سوشي؟ لا النهاردة مش هينفع والله أخلص وهقبل بودة هيودينا عند حد صلح على ربيتي هو أنت مش واخد بالك إن منسعت ما يا بودة ظهر في حياتنا وأنا بتغدى كل يوم من غيرك؟ آه أنت مفلسة وعايز أنا أعزمك على الغدر لا أنا مش مفلس خالص أنت بس توحشني وحس أن أنت بقى لك كتير قوي مشغول قالين في حاجات كتير قوي محتاجين نحكيها البعض أه؟ ممم لا مش هينفع النهاردة أنا رح صلح العربية خليينفعك طب يعني بما إني وحش كأني الحلوة غير أنا عليها من بودة ألا حاجة يا كريم بقولك يا كريم في حاجات عايزة أحكيها لك الله زي الود بتاع خطوط مروي تأكلني وتحكيلي عن أممية مول وأنا أحكي لك بقى ساعتها غير كده ما لكش عندي حاجة لا أنا أصلا مش عايز أعرف عنك حاجة أعصلا ولا أعايز أعرف عنك حاجة مش اقولك ايوه انت بتستغبي ولا غبية اصلاً ولا بتستعبطي عليّ أو العايزة ايدي? اي 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 انت مش عارفة انا بتتكلم على مين? مين مش عارفة مين اللي انا بتكلم عليها مين انت كيمو اتعال عايزة تيود ارها تصميم ده تصميم عصام تعال بس تعال عصام بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية تبدأ من 150 جنيه